الدولة العراقية علمانية يا عراقيين ويا عرب ويا مسلمين الدولة العراقية علمانية مرجعها العلم والقوانين الوضعية البشرية لا ترجع إلى الله كل الدولة بدستورها بقوانينها وكل هؤلاء المعممين والإسلاميين من الشيعة والسنة حكموا بشريعة الشيطان وتركوا شريعة الله بس وقت الانتخابات يستخدموها طيب شيخ غايف قدتموا بكيفكم فسيد مختدى خس خس إنه زعيم شعبي وطني جماهيري يصطف خلفه السني والمسيحي والصبي والكردي والتركماني لأن الشيع الدخيرة بس ما يقدرون يصطفون خلفه وهو ما عنده هوية وطنية طيب شيخ غايف إذا سمحت لي على ما أظن سيد مقتدى بس هاي أختم أقل من دقيقة سيد مقتدى دي حضر لمرحلة جديدة هو وسيد عمار الحكيم اللي طرح الوطنية الشيعية والمالكي أبو دولة القانون ذول راح يعيدون تعريف المشاركة الشيعية في العمل السياسي تحتضل دولة علمانية مرجعيتها العلمانية والوضع أمور القرآن والسنة ترجمة نانسي قنقر